موسيقى ما بتك اتنام؟ سكلك اتناسان موسيقى امه المراد رح تنيمه وشان ما يضايقنا عالطريق بعدين اخي شفتوا لكريم؟ ايه؟ اخذ السيارة وطلع فيها مشوي انا هلأ راجع ما بتأخر النزير بيك؟ تعرف لوين راح كريم ما شفتو؟ شفتو عالطريق الرايحة صيدلية يجيب حب وجع راس ما في داعي انا كنت بداوي بلا ادوية موسوك 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 عم تقول إنه حامل مو معقول تكسب بهيك موضوع ما هيك والله يا لمعي أنا ما بدي يتدخل بس أنت بتعرف من إمتى هي وهداك الزلامة على العلاقة مع بعض معك حق منها الناحي خطر ببالي هالشي بس ما كنت حابي أكسر بخاطرة لا لأن القصة مو بس سهولة أنا ما رح من رقلة ياها فيه تحليل ما بعرف شو اسمه رح خليها تعمله تحليل دين ايه ايه هذا هو اسمه قل نتأكد من إنه ابني يعني يمكن يكون ابني لهيك ما فيني قلع ما فيني اتخلى عن ابني معي فاطمة مو أخي بترجك أنا ما بدي يتدخل به هالموضوع وليش بقى معك حق أنت زعلاني منه وأنا كمان بس بجوز يكون ابني أنا ما بتركه حرام ما شكلك انت أخد قرارك طيب انت رح ترجع للبيت هلا أنا أخي أنا ما فيني قعد معه بنفس البيت بعد كل اللي صار ما فيني يعيش معه أبدا قبل هالمرة عملتها وتركت البيت وراحت وردت رجعت مرة تانية ورجعت لعادتها القديمة بجوز ترجع تتركك مرة تانية يا أخي أنا ما فيني عيش وشي بوشة طول الوقت أنا أعسفة شو بدك يعني؟ بدك ننتقلم البيت؟ ما بدك تبقى معكن؟ لا لا نحنا نمترك البيت بقصود أنا وكريم وفاطمة مندورنا على غير بيت ومنسكن فيه ما بننلبكن معنا أكتر من هيك ما رح تلبكونا ليش كريم ما رجع له هلا؟ بجوز يكون حابب يضل حاله شوي بس خليني دقله وشوف أنا خايفة يروح يعلق معه شي حدا مسكّة ما قلت لي؟ خايفة يكون عمله شي مشكلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر